في عالم البنوك والمعاملات المالية ما فيش اي مكان للصدفة او للخطأ لان مصالح الناس بتتأثر حتى بالاجازات الرسمية فما بالك بقى لو في مشكلة في السيستم لو في مشكلة في السيستم البنك بالكامل بيتعطل وممكن في جزء من فروع او كلها كمان وبالتالي مصالح الناس ممكن توقف وما يقدروش يعملوا المعاملات بتاعتهم سواء سحب او ايداع او تحويل او غيره وده اللي حصل فعلا في بنك كريدي اجري كول طيب ايه اللي حصل وايه رد فعل العملة تابعونا وزي ما قلنا ان في عالم البنوك ما فيش اي مجال للخطأ لان الامر بيتعلق بمصالح وباموال الناس لان ممكن حرفيا حياة العملة تتعطل بدعوة ان السيستم واقع ودي بتبقى كارسة وده اللي حصل فعلا في بنك كريدي اجري كول مصر بعد ما تعطل العمل في بعض فروع البنك وسط غضب شديد جدا من العملة بتوع البنك بسبب وجود مشكلة في السيستم وده وفقا للمسؤولين عن الفروع اصل الكارسة دي لما العملة بتوع بنك كريدي اجري كول اتفاجأوا من النهاردة الصبح ان كل اعمال البنك تعطلت بسبب ان السيستم بتاع البنك واقع الازمة دي اتسببت في غضب العملة بشكل كبير لان العطل ده بيحصل لليوم التاني من بداية عمل البنك اصلا من بعد اجازة عيد الاضحى المبارك اللي استمرت لاكتر من الاسبوع اللي فات بالكامل وقدام غضب العملة من تعطل مصالحهم وتضيع وقتهم واخسارة اعمالهم ملاقاش مسؤول البنك اي تبريرات مقنعة عشان يهدوا من غضبهم الكبير جدا وتجمعوا قدام ابواب الفروع اللي تعطلت بسبب العطل في السيستم في الوقت اللي بتشتغل فيه باقي البنوك بشكل طبيعي وبتخلص مصالح العملة بتوعهم اللي جم بأعداد كبيرة عشان يخلصوا خدماتهم بعد نهاية اجازة عيد الاضحى اللي استمرت تسع ايام متتالية من الجمعة اللي قبل العيد لحد يوم الاحد اللي فات عملة كتير من اللي فضلوا وقت طويل جدا قدام فروع بنك كريدي اجر كول طلبوا بمحاسبة المسؤول عن الخطأ ده والعطلة اللي تعطلوها في الوقت اللي كل البنوك راجعت فيه من اجازة طويلة وبدأت شغلها وتخليص مصالح العملة بتوعها بشكل طبيعي اللي بيحصل ده تهريج ومش ممكن يحصل في بنك محترم دي كانت الجملة الاشهر على لسان العملة اللي كانوا مديقين ومتعصبين من البنك والعطلة اللي فيها ومستنيين ان السيستم يرجع يشتغل تاني بشكل طبيعي وواحد منهم كان مستني ينهي تحويل مالي مهم وسريع جدا زي ما اكد وقال كمان ان اللي بيحصل ده مش طبيعي في ظل التطور التكنولوجي في قطاع البنوك الحافة دي بتدل على ضعف الاجراءات الفنية والتكنولوجية اللي البنك بيستخدمها عشان يحافظ على مصالح العملة بتوعه ويدمن لهم تقديم الخدمات المصرفية ليهم بسرعة وبشكل فوري وكمان ده خلى فيه احتمالية ان السيستم يقع وان المشاكل تحصل في اي وقت وده طبعا بيعرض مصالح الجميع للخطر وقوع السيستم مش التقصير الاول في تاريخ بنك كريدي اجريكول مصرفة فيه فعلا شكاوة كتيرة بسبب البنك منها على سبيل المثال اللي اتعدد مكينات الاتم اللي تابع البنك وده بيجبر العملة انهم يسحبوا فلوس من مكينات البنوك التانية وبتخليهم يتحملوا مصاريف اضافية وده كمان بجانب تواضع شوية خدمات تانية في البنك واللي اشتكى منها العملة بالفعل على صفحات البنك على مواقع التواصل الاجتماعي اشتركوا في القناة